فرحة العيد بالتضامن تزيد شعار رفعته جمعية الجزائر الخيرة التي قامت بتوزيع كباش العيد على العائلات الفقيرة والمحتاجة نشكر للشروق اهتمامها ومتابعةها للأعمال الخيرية جمعية الجزائر الخير في إطار مشروع العيد عيد الأضحى المبارك وهو فرحة العيد بالتضامن تزيد إن شاء الله من أجل أن نساهم في فرحة أبناء الجزائر حتى يكون العيد الكبير أكبر إن شاء الله بالتضامن بالتكافل أطلقنا مشاريعنا عبر معظم ولاية الوطن بدأنا منذ أسبوع توزيع المواد الغذائية وكذلك أيضا توزيع أضاحي العيد ثم في الأيام القادمة توزيع اللحوم وبدأنا أيضا توزيع الألبسة على مستوى الولايات بدأت كل العملية منذ يومين بدأنا توزيع الأضاحي على مستوى العاصمة مشروعنا نستهدف عشر آلاف عائلة على مستوى وطني الحمد لله الآن الأرقام مشجعة تأتينا الأخبار من الولايات أرقام جيدة وقصد التقرب من العائلات المعوزة ومد يد العون لها وتزويدها رافقت الشروق نيوز جمعية الجزائر الخير في عملية توزيع الأضحية وكم كانت فرحة هذا الرجل عندما تسلم كبش العيد وبعض الأغذية والألبسة لأطفاله الخمسة كعادتها سعد جماعة جزائر الخير لمساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة إلى مواصلة أعمالها الخيرية ومد يد المساعدة لهم حتى لا ينقصهم شيئا لا سيما ليتام منهم وهو ما يتم دائما عن طريق هذه الأعمال والنشاطات التضامنية